أكد المدير التنفيذي لنقابة وكلاء الملاحة في الأردن الكابتن محمد الدلبيح أن جميع خطوط الملاحة العاملة على نقل البضائع والسلع والحاويات في العقبة تعمل بشكل منتظم بدون أي عوائق أو مشاكل وبين الدلبيح في تصريح لنشرتنا أن خط الملاحة العالمي تأثر في البداية بفيروس الفيديا وضرب بعضا من برامجها الإلكترونية وأثر بشكل محدود على سير المناولة في ميناء الحاويات إلا أن جميع العمليات حاليا تسير وفق ما هو مخطط له وكان هجوما إلكترونيا أطلق عليه فيروس الفيديا ضرب قبل شهرين بعض أنظمة الشركات العالمية في مختلف دول العالم